ايه اهم مضادات التهابات الطبيعية اللي بتقلل التهابات اللي في الجسم التهابات اللي في الجسم اللي بتسبب ألم في المفاصل اللي بتسبب وجع في كل حتة في بسمنا التهابات اللي هي بتسبب ألام الخشونة ايه الحاجات الطبيعية البعيدة عن المسكنات اللي احنا ممكن ناخدها تقلل الألم بس بشكل طبيعي اهم حاجة طبعا رقم واحد خلاصة الكركم اللي هي الكركمين مادة الكركمين اللي موجودة في الكركم من أكتر الحاجات اللي احنا لو استعملناها هيبقى لها مفعول سحري كمضادة للالتهاب هتقلل التهابات المفاصل والخشونة بشكل سحري فعلا يعني تعتبر فعلا بديل المسكنات تاني حاجة الأوميجاسري مهم جدا الناس اللي عندهم مشاكل في العظام يهتموا بنوع أوميجاسري كويس سواء حاجة بالفم أو دهانات حتى يكون فيها أوميجاسري الأوميجاسري حاجة مضادة للتهابات بس بشكل طبيعي غير أنه هو مميز جدا لزيادة المناعة هو أو الكركم تلتهم الجنجر الجنجر أو خلاصة الزنجبيل الجنجر من الحاجات اللي احنا بنعتبرها مسكن برضو طبيعي للألم غير أنه هو حاجة بتكافح الغسيان والإحساس بالقيق والمشاكل اللي المسكنات بتعملها الجنجر نفسه هو بيسكن الألم ومفيد للمعدة رابع حاجة البرومالين اللي هي مستخلص الأناناس البرومالين مسته أنه هو حاجة بتقلل التورم يعني مثلا لو رجبتك أو أي حتة في جسمك فيها تورمات وتضطر تاخد أدوية من اللي هي بتقلل التورمات وعايز تستبدل الأدوية دي بحاجة طبيعية هي مادة البرومالين الأربع حاجات دول من وجهة نظري مضادات التهابات طبيعية بديلة للمسكنات مفعولها سحري لمرضة بقى الخشونة الروماتويد ألام المفاصل أي حد خايف من المسكنات بسبب قرحة معدى أو بسبب مشاكل في الكبد وعايز ياخد حاجة مأمونة عندك الأربع دول مهمين جدا شكرا جزيلا